واحد فيكم يا جماعة يبلي هذا اللي تبع النحل أنت عاوزة ترقعي وراء لا بيبوني يبوني ما فيهم سكر كويس كلهم سكر ما تخافيش ما في ولا نحلة أحنا يقولون فاطمة نها متعمدة اتجرب يمها النحل عشان تقرصها لا 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 مو على ويه كل شاء الله يضأني مني مو على ويه أيوة أيوة خلاص تسلم خلاص خلاص تسلم شكرا بص حضرتك مستشركين قابوا حضقتين حضيقة رموا فيها مية صرف زئنة وفيها نباتات وفيها ظهور نيعة وحضيقة تانية ما فيهاش مية عادية وفيها ظهور بسيطة النحلة ذهب لمكان اللي هو ايه فيه ظهور وفيه مية شرب طبيعية مرحش للخبيث دي واحد اتنين عالم أمريكي ممكن كلها ندخل عن نت النحلة التي شربت خمر ذهبت إلى الخلية الحراس على الخلية قطعوها وطردوها بره لأنها أصبحت خبيثة سبحانك يا ربي فالنحل لا يقبل الله طيب نعم نعم أخبر حضيك لقوله سبحانه تعالى فيه شفاء للناس نعم وقوله رسول على السلام الشفاء فيه ثلاث نعم بدايتها شرب نعم نعم نحن خلينا نتكلم من العلاج حالات لسع النحل حالات العقم نعم هو بص حضرتك في الأسرة بتتكون من ايه من ملكة اللي هي الزوجة والزوج والأولاد لسع النحل يفيد الجميع لتحقيق عائلة سعيدة أو أسرة سعيدة بس خلينا يعني خلينا كون شوية دقيقين في الموضوع في على أساس يستفيدون أهل الديرة النحلة هذه في حالة العقم تستفاد يعني شم جلسة شنو الضمانة بص أنا بشوية أشياء يعني دقيقة ايه ياريت والله بعض الحالات ممكن بتساعد في عملية إنها بتسرع في عملية الإنجاب أو في عملية الخلفة زي ما بيقوله حضرتك لأن ممكن يكون الزوج والزوجة سلام طبيا الاتنين ولكن في بعض معاقض بينهم صح وهذه وايد نسمع حالات كثيرة من هالحالات وطبيب يقول له أنت كويس وأنت ما في الشيء صح لسع النحل بيجهز بين الاتنين بيحس إنه هو يعمل على تجهيز بويضة إنها تتخصب بأسرع وقت إزاي بإنه بيهيئ الأماكن وبيشيل الشواب أي انكلة نعم أنتو يعني عملكم كابتن أشرف مرخص غير مرخص طبيا نقدر نقول نفس طب البديل أو نفس طب العشاب يعني زي الحجامة بالزبط هو هذا نفس الشيء طب البديل يتخل في الحجامة يتخل فيه نعم شربة عسر والحجامة مشرت معك نعم كم جلسة مثلا من جلسة وحدة أو بعض الناس ممكن بعض جلسة وحدة وبعض الناس بتدعك صارت معك حالات كابتن أشرف أم لا مات حالات العقوم ولا لا ولا مرخص لا لا ما حصل طبعا بالنسبة حج الأرق الأرق اللي حصل نحل يعني من ياخذ زي حصل نحل ممكن الأرق دي بيروح منه لأنه بيستخدم منتجات الخلية اللي هو العسل مع لسع النحل اللي هو السم الأرق بيروح منه بإذن الله أيا كان وضعه ليه لأن لسع النحل بيرفع الكرتوزون في الجسم فبيتالي بيهدأ النفس نعم وفي المتالي بيهدأ نمها هاليا نعم والصداء والصداء النصفي إن كان سببه صداء نصفي الشقيقة مرض الشقيقة شقيقة هو عموما بيبقى معظمه من الخشونة في الفكرة السبعة نعم أحنا عندنا تجربة ثانية بعد محمد سعد دعاني من شنو قبل الله تدخلونه احنا خلصنا جيوبا فيه ضغط وريول أنا والله من وراكم مفتاح عطارة 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 ومنحل وهد البرنامج وقعد أحسن لي شوفوا محمد سعد تفضل محمد سعد يلا يا محمد محمد سعد سلام عليكم عليكم السلام تفضل يا محمد تفضل صلى الله محمد ضغط ضغط صحي يا محمد ضغط نعم عالي من ضغط ضغط العالي تشعب ثقائر ما هي رقم الضغط طيب نعم يدين ايدك يمين قل بسم الله أنا لساك هنا شوي شوي عشان احنا الكاميرا يصوروني يا اشتراف ماشي بسم الله عشف المعفق ديلا صعيناك كده 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 حسيت بالألم نعم نشيل الزنب بسم الله في ألم شوية اه انت كنت منفاعل قبل ما تيجي او حسن اه في حرام وتاكرم من ده ضغط شخيان معي ام شو تحسن محمد الحي وانت بعد ما قزتك يعني في ألم في المكان حسيت ألم في ألم في المكان في من ساعة متل ساعة نعم حسيت بس بالألم اه حسبي متى راح يبين الفايدة لهذه ممكن بعد شوية ممكن خلاص باع شوية احنا كنشقالين في الحلقة ومحمد راح يقول لنا اه اه ممكن فيه أخي تاني ممكن نرساوه لانه عنده بلعين وطعبين ايه نصبر شوي احنا بعد نستفسر الحين عن حالات انت شقالش انك داخل حامي قابت نشرح يبيت خلوي لسع الريال ماش قصة ترح انا بنستفيد بالنيا بشي بالسفين ظهران اخر واحدة جملس على سعيتين باشران عندي حلقة بعد ذا يأتي شفت ويه من شد ما اقدر اضحك ترى فاقتني فاقتني نحلتين والله صراحة يعني احنا صج نضحك ومستنسين وفعلا لان انا حلقة اني ممتعة من هالحلقات دائما انا انبسط واستمتع فيها خاصة فيها العلاج الطب البديل والطب الاعشاب واليوم جربنا عن مصورين وعلى الاصدقاء ما بقيت النعانة والمخرج باخر شي نية حق طبعا جربنا لساعات البرد والصداع والارق والضغط الانفلونز الموسمية انت اللي تقصد فيها نية الحين حق الانشي الونس النسوان نعم هذا النحل جدامنا احنا مو حسباك ما بجرب عن نفسي لا والله ماني بجربة هذا النحل جدامنا نعم لا 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 حش لا والله ماني بجربة هذا النحل جدام كلهم قاعد يضحكون تفقعون كلهم عاوزينك تكلاسا لا يتفق حديم عاودي ولا لابتك سسوي حق الشفايف حق البراطن اول ما تبتدي تبسوي تشد الوي وين اول منطقة في البداية يعني انت شنك مسوي كابتن شف حق وي هيك شاد وي هيك مش بتلاسع لا جربت انت على وي هيك اماني اماني بص حضرتك لا 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 تقولي بصي اي مكان بلسع فيه اي بيانرد بيجيلي انا بتلاسع فيه قبل ما هو ما يجيلي لدركت لانا اخر مرة تلاسعت فطر في الثاني من امام ليه لانا اجرب الحالة زين يعني ليه لانا اعرف شعوره عشان لما انا اكون اكون صادق معه زين ما بحاجش عنه زين انت ومرتك شباب ماشا الله تبارك الرحمن ماشا الله مسك الخشب بقى خطج الخشب بتاعك زين مرتك يجلون شقالة طبعا بص عشان يتم هذا العلاج يعني يكون لازم النساء مع النساء والرجال مع الرجال فقط انا لو فيه امرأة المناطق الظاهرة فقط بس طيب الحين خلينا على البوتوكس الطبيعي اللي هو لازم نحل بوتوكس طبيعي سبحان الله رب عني لا افضل بوتوكس صح ولا لا نعم شلون تبتدون بالوي وين تبتدين هو بنبدأ برضو نفس الكلام وين الحين اشر على وش بنعمل تيست يعني مثلا بعمل تيست وبعدين بتزنب اللي هو النحلة الكبيرة بجيبها وببدأ امشي على الوش او التجاعدات لو هي موجودة في مثلا جنب العيون بلسع هنا بلسع جنب العيون نعم نعم وبيفيد العيون وكذلك بيفيد الأن لا خلينا الحين شوي شوي اهل الديرة قاعد يطالعون كابتن أشرف وانا متأكدة فيه احنا صج عندنا اليوم ما شاء الله اليوم لنا شباب ورجال وكنا نتمنى يعني امرأة مادي ذا وسامة تشوف لنا واحدة متطوعة وسامة ذا شوف لنا الله هلأ كنت أفروض نشوف واحدة متطوعة تنضرب ببشاك لا لا موجودين ما شاء الله نساك وتفهم الخير ازين الحين كم لسعة نحل في الوي عموما اللي بيتلسع بالنحل ايه بيبقى فيه شباب عنده واللي بيأكل العسل بيبقى عنده شباب ابن سينة أبو الطب كان بيقول من يريد الشباب نعم دائما عليه بجفشة عسل يوميا لا لا الحين تكلم احنا على نحن بقول حضرتك وهو أنت لما هتاخد كيفشة حصل ايه الناس تاخدها مع اللاسعة أنا صح ما أخذه ايه واخدها في بعض الناس ما بياخدوش ايه اماكن واماكن نعم نريمان عاوزة تقربي لسعة نحل خايفة نريمان المعدة والله أنا جاهل ايه نعم نعم اه ماشي مرح هو بس بيبدا ايه ايه تبتح حضرتك نعم تسلم الحين الحين نشوف الوين الاماكن اللي انت بشك تعملها انا بقول لحضرتك اقشر لنا اقشر لنا كمو تقول لي انا اعملك تست الوقت مش اقشر لك يلا اعملك تست علي يلا يلا خلشوف اسامة يعني اه راح يعمل تست هذا جدد شبابك جدد شبابك معكبت راح شوف ها هذه النحلة هي يلا شوف اسامة مثلا في المطقة دي اه خلاص اسامة ركز على لحظة لسعنة وصلت اوكي شايفها اسامة اه اه هذه النحلة التانية طبعا بيبقى فيه قلب يعني حسيت بقلب الله خليتكمل معنا الحلقة الله يرضى عليك لا مكمل سامة بقال انه لا لا اشي ما 8 دقائق لا سنبري اشي لا لا مثلا عافيا ان شاء الله انت لا تسعب نفسك وعيد عندك 8 دقائق لا ما 8 دقائق جاهز يعني ما فيش مشكلة وقادي التانية هناخد الصوب النحي التانية نفسك بسا نعم نعم سامة يريد تركز مع الكابتن اشرف الله يرضى عليك ايه اهدي الا ويها الثانية صوب الثاني اهدي النحر زين الحين لساعة تببيهك ثنتين ثنتين شتحس كابتن اشرف هذي بعدي وعلي حية سوت فيهم لعبت ما خلاص ازيه انا بقى عاوز لساعةك في ايدك لا الله يقول سلم عمرك لا تلسعني بيدك ولا لساعةك بالعكس خليك يا قار انت بحالك وانا بحالي يعني نحن العاوز بلك خلينا خلينا نستفيدون اهل الديره من هذي نزيل الناس بتبتتواصل معك شلون الطريقة اهل على التليفون وحياه الله نشوف التليفون الحق المعالج بلسع النحل كابتن اشرف تسعة 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 اثنين ستة تسعة 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 ثنين ستة سبعة صفر ثمانية اللي حب تواصل انت اسعارك مع النحلة وحدة ولا نحلتين ولا شون طريقتك طبعا لازم يصيره أحمر ياريت يركز أسامة حتة أسعار في هذه المجال بالذات يمحو البركة يمحو البركة لأن البركة كما اكرر رسوع السلام انت تذكرني شنه واحد يدخل المحل يقول له والله عاجبني يقول له حلالك ببلاش قال لا 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 قال لا لا بالعشرين ما ينزل عنه العشرين دينار انت ذكرني بالشغل هذه الحين نكون أهل الديرة يسمعونه حتى يعني لا يقولون فاطمة غالي سعره ويدقون علي والشغلات الحين النحلة ولا شو أنا ما يعرف شون طريقتك كل إنسانه مدت إيده كل إنسانه مدت إيده ريال يقول له كان أدور على البركة وإن شاء الله الخير في الطيبين الرقم حطيناه اللي تبشد ويها بوتكس طبيعي اللي هو من لسعة النحل علاج البرد أنا تذكر مرة قابلك القذرينج نعم وهذه أقول لكم إياها واقع عصش ترى هو ما يدري عنها يوم قابله طالع هو يريد يطلع يروح بره كان معا النحل وغراضة وشذي هي الشكل وسوى تجارب حق بعضهم كان توا داخل الفنان مش ألي الشاي توا داخل وإحنا واكفين معا نضحك ومستنسين أذكر أيام دكتورة خديجة المحميد نمسي عليها كانت عندها حلقة فدخل مش على الشاية خايف مرتهب لا 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 تعرفوا مش على الشاية عنده صوته في بحه اقنعوا الشباب أو هو صارت عنده لقدامه الجرأة قام كابتن أشرف طلع حلمنقاش هالنحلة أعطاه لسعه في البلعون نعم مضبوط راح كابتن أشرف ثاني يوم قاعدين احنا في القرفة دخل الفنام مش على الشاية انا ما ليشقل في الكابتن أشرف ولكن حقيقة وقال لاني انا شهدت الواقعة او الحادثة ثاني يوم قاعدة في القرفة دخل مش على الشاية البحة اللي بصوته وايد خافة وايد وايد مشوية فهو يتكلم قلت له مشعل ترى البحة بصوتك مختفية كان يقول ايه ادق عليه مرة ثانية ما قاعد ارد عليه انت ش قصتك كابتن أشرف او هو شي يسوي او هو يشوقهم طريقة التشويق لا اكثر بوقوت بعدين الحقونة ما ارد عليهم انا بفضحك الحين عاب يعني محمد الجلاد يقول بغيته مرة ثانية فهل سوا ما قدش يتلفونه معي محمد ومش على الشاية ومش على الشاية قال لي انا هاقي لك وما ادقش بعدها ايه فهذه حادثة